السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الابتدائي معكم ميس إناس عبد الله بدأنا في شرح الوحدة التانية ثيمتو وإحنا لسابت شابتر 1 المرة الفاتت شرحنا لسن 2 الجزء الأول النهاردة إن شاء الله هنكمل لسن 2 الجزء التاني يعني النهاردة هنشرح لسن 2 بار 2 اتفقنا من الحلقة اللي فاتت إن مصدر الحرارة والدوق على سطح الكرة الأرضية هي الشمس وعرفنا إن الشمس بترسل أشعتها إلى الأرض وإن أشعة الشمس بتتركز في منطقة الاستواء إكويتور وتقل كلما اتجهنا شمالا وجنوبا عشان كده هنلاقي منطقة غط الاستواء هي المنطقة الأقصى الحرارة ومنطقة الكتب الشمالي والجنوبي متجمدة لأنها بعيدة عن حرارة الشمس وده هو سر تنوع البيئات الموجودة في العلم أخدنا المرة اللي فاتت البيئة الكتبية بولار حابتت ودي بيكون موجودة عند الكتبين نورس فول أن ساوس فول الكتب الشمالي والكتب الجنوبي وعرفنا أن التلج بيغطي معظم أجزائها وإن جوها بارد وشديد الرياح وكمان عرفنا أهم النباتات والحيوانات الموجودة فيها وأخدنا كمان ريم فورست هابتت بيئة الغباطر مطيرة ودي بيكون موجودة قريبة من خط الاستواء إكويتر وتعرفنا على أهم النباتات والحيوانات الموجودة فيها واللي عايزي راجع على الحلقة أنا سايب لكم لينك تحت في الديسكريبشن بوكس وكمان في أول تعليق طيب النهاردة هناخد إيه؟ النهاردة هنكمل إن شاء الله باقي أنواع البيئات هما كانوا أربع بيئات شرحنا اثنين وباقي اثنين ويلا نفتح كتاب المعاصر على بيجي 112 كراسلاند هابتت كراسلاند هابتت يعني بيئة المراعي الطبيعية يعني إيه مراعي طبيعية؟ المراعي الطبيعية هي أرض سهلية يعني إيه سهلية؟ يعني منبسطة سهل إنك تمشي فيها أراضي بتنمو فيها نباتات وأشجار دون تدخل الإنسان يعني النباتات اللي موجودة فيها بتنمو بشكل طبيعي من غير ما الإنسان يكون لدخل في وجودها يعني مش الإنسان اللي زريعها تمام؟ طيب كراسلاند هابتت بتبقى أراضي جفة طيب زي النبات ده بيحصل على المية علشان يقدر ينمو بالطريقة ديت هو بيحصل عليها من خلال الرين الأمطار بيسقط المطر على الأراضي ديت على فترات متقطعة ومن هنا بيبدأ النبات إنه هو ينمو نقرأ بقى التعريف وإحنا فاهمين يعني إيه جراسلاند هابتت هي البيئة اللي بيها مساحات مسطحة وجفة وبها بعض الأشجار تاني هي البيئة اللي بيها مساحات مسطحة وجفة تمام؟ وبعض الأشجار طيب أنا كده هتلغبط ما بين الكراسلاند والريم فورست هابتت لا فيه فرق كبير ما بين الجراسلاند هابتت والريم فورست هابتت الريم فورست هابتت أرض الغابة هي بتبقى أرض مختلفة التضاريس يعني فيها جبال وسهول ومنخفضات زي ما انت شايف كده في السورة قدامك وكمان أرض الغابة بينمو فيها أشجار أشجار طويلة لو كانت فورست أو شربس وباشز وكمان نباتات كتيرة مختلفة الأنواع والأشكال وبيبقى صعبة أو يتنقل فيها مش زي الجراسلاند هابتت كمان؟ أما المراعي الطبيعية بقى بتبقى أرض سهلة منبسطة بينمو فيها النباتات بشكل طبيعي وكمان معظم النباتات اللي بتبقى موجودة في الأراضي دي ينفع نرعى عليها الحيوانات يعني الحيوانات تقدر تاكلها معظمها مش كلها عشان كده أطلقنا عليها اسم بيئة المراعي الطبيعية جراسلاند هابتت يلا بقى بينا نشوف الجو هناك عمل إزاي وكمان أهم النباتات وأهم الحيوانات يعني في بعض بيئات المراعي الطبيعية الجو هناك بيكون دافي طول السنة يبقى معنى كده أننا عندي نوعين من المراعي الطبيعية النوع بيبقى الجو فيه دافي طول السنة والنوع الثاني دافي في الصيف وبارد في الشتاء طب بالنسبة للبلانتس أهم البلانتس الموجودة في الجراسلاند هابتت طول جراس أعشاب طويلة والباشز الشجيرات زي ما شرحت لك من شوية طب الأنيملز فيه أنيملز كتير في الجراسلاند هابتت زي اللاين وشيتا والبراير دوغ ورابت البراير دوغ والرابت دول بيحفروا الجحور بتاعتهم في الأرض علشان يعملوا سكنهم فالكتاب بيقول لكا براير دوغز أنت رابت ديك باروز in the dirt to find shelter طب ممكن يجي لأسئلة ازاي على الجزئية ديت تعالوا نشوف complete in some grassland habited the weather is space all the year طبعا أكيد هنكتب warm warm all the year دافي طول السنة but in the other grassland habited ولكن هناك بعد أنواع من المروعي that weather is space in the summer بيبقى يعمل إيه في الصيف بيبقى warm بيبقى دافي في الصيف and space in winter أكيد هنكتب coolated في الشتاء question number two choose number one specific barrels in the dirt to find shelter مين اللي بيحفر جحور في الأرض علشان يتخذها مسكن لي lines أكيد لأ rabbits and briars dogs أكيد هنختار rabbits and briars dogs هم اللي بيحفروا الجحور علشان تكون مسكن ليهم number two grassland habitat has space trees many or few أكيد few لأن بيئة المرات التبعية بيكون فيها قليل من الأشجار turn to page 113 wetland habitat بيئة الأراضي الرطبة it's a habitat where fresh water or salt water and land meet forming swamps هي المناطق التي تغمرها المياه سواء كانت عزبة أو مالحة وغالبا ما تكون مستنقعات المستنقع يعني أرض كده بتكون منخفضة ممتلئة بالمياه سواء كانت المياه ديت عزبة أو مالحة طبعا انت عارف الفرق بين المياه fresh water and salt water salt water اللي هي الموجودة في البحر أما fresh water زي المياه لأنت بتشربها مياه عزبة تمام؟ طيب الأراضي المنخفضة ديت المملوقة بالمياه المياه بتكون المياه مستواها مش عميق قوي بتكون ضحلة وبتكون كمان بطيقة الحركة أو سبتة تقريبا فبتكون حاجة اسمها مستنقع مستنقع بتبقى مياه يعني تقريبا كده مش نضيفة قوي وبيبقى فيها حشائش كتير وحشرات وشوية حيوانات كده بتقدر تعيش في المياه وفي الأرض في نفس الوقت نشوف دلوقتي الحيوانات المهمة وهنشوف النباتات وكمان الجو عامل ازاي weather حالة الجو أو التقس warm or cool or have multiple seasons مواسم متعددة يئما ديفئة يئما باردة يئما فيها الفصول الأربعة طيب plants النباتات النباتات هنا بتنقسم لنوعين plants grow under the water تحت المياه يئما floating on top of the water بتطفو فوق سطح المياه أما بالنسبة للأنيمال many animals that live in wetlands can survive by water on land for example turtles يبقى الحيوانات هنا في البيئة دي بتقدر تعيش في المياه وعلى الأرض زي السلاحف ويلا نشوف الأسئلة برانئة put right or wrong number one in wetland habited animals living water only wrong نحن لسه قيلين بتعيش في الwater or on land أو على الأرض in wetland habited plants grow under or floating on top of the water right فعلا النباتات يئما بتعيش تحت المياه يئما بتطفو فوق المياه wetland habited is a habitat where space or salt water fresh water or salt water يئما مياه عزبة أو مياه ملحة and space meet forming swamps and land meet forming swamps يعني إيه يعني الأرض لما بتتملي بالمياه دي بتكون حاجة اسمها مستنقاط swamps يعني مستنقاط وننتقل إلى آخر جزء من الحلقة ومع أهم كلمات الدرس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة باشتركوا في القناة باشتركوا في القناة Wick